ينظم إلينا من بغداد مراسل غد محمد فاضل محمد إذن بعد قرارات المجلس كيف هو رد فعل الحكومة؟ نعم يارا قبل أن ندخل في هذا الموضوع قبل لحظات من الآن تم إغلاق ساحة النسور وهي ساحة في جانب الكرخ كان يتظاهر فيها البعض من المتظاهرين تم إغلاقها بالأسلاك الشائكة وتم تفريق المتظاهرين وهم يقولون بأن لا يجب أن توجد هنا تظاهرات والتظاهرات يجب أن تكون في ساحة التحرير أما بالنسبة لرد فعل الحكومة أو الرد فعل الحكومي حول القرارات التي اتخذها البرلمان فقد تباينت رغم عدم وجود بيان رسمي من قبل الحكومة لكن تباينت ما بين المسؤولين الحكومين هناك من قبل بهذه القرارات وهناك من رفض هذه القرارات وقال بأنها قرارات جاحفة وأنها ربما ليست بالقرارات المهمة بالنسبة للمتظاهرين أيضا هناك بعض الأحزاب تقول بأن إلغاء مجالس محافظات يعني إلغاء تمثيلها في الحكومات المحلية أو في الحكومة عموما وهو أمر غير مقبول لذلك ربما سنشهد خلافات وصراعات على القرارات الأخيرة التي أصدرها البرلمان لسيما وأن البرلمان أصدر هذه القرارات بحضور 222 نائب أي أن قرابة ثلثي النواب فقط كانوا حاضرين وهناك أحزاب وممثلين آخرين لهذه الأحزاب لم يكنوا حاضرين في هذه الجلسة لذا الخلافات واردة بالنسبة لتلك القرارات محمد ماذا عن هذه القرارات التي قالها المجلس كيف تعامل معها الشارع في العراق والمتظاهرين يرى المتظاهرون يبدو أنهم كانوا متابعين جيدين لهذه أو لجلسة البرلمان اليوم بمجرد إعلان تلك القرارات بدأت الهتفات تتصعد في ساحة التحرير رفضة لهذه القرارات هم يقولون بأن هذه القرارات هي ليست قرارات مرضية بالنسبة لنا وأن ما يرضيهم هو إسقاط هذه الحكومة وحل البرلمان هم الآن يطالبون بحل البرلمان وبإسقاط هذه الحكومة والمجيء بحكومة أخرى وبالتالي أي حلول ربما ستقدم بالنسبة للمتظاهرين من قبل الحكومة وحتى البرلمان ربما لن تكون مقبولة بالنسبة للمتظاهرين لأن مطالبهم كما قلت هي حل البرلمان وأيضا حل هذه الحكومة الحالية وإسقاطها والمجيء بحكومة جديدة محمد فاضل شكرا لك